بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وتحية طيبة لكم أينما كنتم مبروك للشعب المصري العظيم مبروك للعروبة مبروك لكل عربي أصيل هذا الإنجاز اللي حقق المنتخب المصري اليوم بهزيمته للأسود الغير مروضة اللي جعلهم كالقطط اليوم كالحملان الوديعة وذهب إلى المباراة النهائية رغما عن أنف بكاري اللي كان اللي كان أشبه بشيخ الغفر وليس حكم عندما فعل الأفاعيل اليوم بالمنتخب المصري عندما طرد كيروش عندما تكلم بكل عصبية مع كل لاعبي المنتخب المصري وجهازه فنهم على رئيسهم والجمعة اليوم المنتخب المصري صنع التاريخ حقق للعرب أمجادهم الغابرة والحاضرة وقيته لو يعرف تاريخ مصر لما تجرأ وتكلم هذا الكلام هؤلاء المصريين الذين هزموا المغول هزموا كل العتات اليوم هزموا الأسود في عرينهم في أدغال أفريقيا هذا الفريق اليوم اللي بيض وجوه العرب بعد هزيمة الجزائر وخروج المغرب وخروج تونس اليوم المصريين يحملون عالم العرب الأول ويضعونه في يمكن في ملعب الأولمبي ويغرسونه في قلوب الكاميرونيين هؤلاء الأبطال اللي حققوا هذا الإنجاز العظيم اللي يعجز لساني اليوم عن وصفه أنا كنت تتوقع أن المباراة ستذهب إلى المصريين إذا لم تحدث أمور خارج عن نطاق كرة القدم اليوم هذا الرد اللي يجي على إيتو هذا رد حاسم رد قاسم لأن بالفعل إيتو لا يعرف مع من يتعامل لا يعرف هؤلاء الأبطال زملاء محمد صلاح طبعا محمد صلاح صحيح لم يظهر بالمستوى المطلوب ربما كان هناك كماشة كبيرة علينا لا أردنا تطرق كثيرا للأمور الفنية لأن هذه الفرحة الكبيرة اللي يمكن دخلت كل باب كل بيت من أبواب العروبة من أبواب التاريخ هؤلاء الأبطال بالفعل اليوم أفرحونا وصنعوا التاريخ وصنعوا المجد هذا أبو جبل هذا العملاق هذا العملاق البطل اللي استطاع اليوم أن يصد كرتين حاسمتين صحيح يمكن إذا رجعنا قليلا للمباراة كل الأحصاءات والأرقام كانت لصالح الفريق الكاميروني عدد الهجمات يمكن عدد الفراص التمريرات الاستحواذ الركنيات التزديدات لكن الفريق المصري منظم كان يعرف من أين تؤكل الكتف ويعرف كيف يتعامل مع هذه الفرق الأفريقية وكيف يتعامل معها بكل قدرات رجالات الأبطال كيروش أثبت أنه عندما يعود إلى طبيعته وإلى استراتيجيته ولا يتفلسف كثيرا ولا يعمل أشياء يعني غريبة يستطيع أن يحول هذا الفريق بالفعل إلى نسور قاتلة تستطيع أن تفترس أي فريق في أفريقيا هذا الفريق اليوم العريق الكبير هذا هي مصر هذا هو التاريخ اليوم المصريين بوالله أثلجوا صدري وأسعدوني بهذا الفوز هم على موعد مع فريق السينيغالي الفريق القوي جدا فريق السينيغالي يحتاج إلى تنظيم أكثر يحتاج إلى عمل باستراتيجي يمكن فعال الفريق الكاميروني ربما كان هناك الدوافع والحوافز أكبر يمكن أن الروح كانت والشراسة هي اللي اليوم حسمت الموقع لكن مع الفريق السينيغالي نحتاج إلى تنظيم وتكتيك إضافة إلى الروح العالية اللي يتمتع فيها الفريق المصري في هذه المباراة والحديث بقية إن شاء الله ورح ننزل لكم فيديو كامل عن الأمور الفنية اللي حست في هذه المباراة ولكن الآن أنا أريد أن يعيش هذه الفرحة مع الشعب المصري العظيم ترجمة نانسي قنقر